الكتائب مع أي حكومة تخرج البلد من الفراغ كتلة الوفاء تحذر من مخاطر الانزلاق إلى مغامرة غير مسؤولة أن حكومة الأمر الواقع هي حكومة فاقدة للشرعية المثاقية في النشرة لماذا الاعتداء على الأحباش اشتباكات عنيفة مع داعش وانشقاقات عنها العاصفة تحول شلالات نياجر إلى لوحات تشكيلية صباح الخير وأهلا بكم في أولى نشراتنا الإخبارية أطلق الرئيس نبيه بري مرحلة تدوير الزوايا فاستعارها المستقبل لتدوير زوايا الحلفاء ممن تورطوا في القسم على ألا يجلسوا مع حكومة تضم حزب الله قيادة المستقبل وافقت على خلطة بري جملات الحكومية شرطة لا تزيد على 3-8 عدا ونقدا بلا انتفاخ بوزير الوديعة التاسعة واستنادا إلى أجواء التيار الأزرق فإن عدم وصول الجواب بالموافقة النهائية من سعد الحريري حتى الآن مرده إلى إجراء عمليات الصيانة داخل فريق الرابع عشر من أذار وتحديدا الأطراف التي سبق أن أعلنت رفضها دخول حزب الله في الحكومة قبل انسحابه من سوريا وعلى المستقبل أن يقدم الوصفة التي جعلته يقتنع قبل سائر حلفائه بضرورة تخطي هذا الشرط وتأليف حكومة جامعة قادرة على مواجهة الخطر الأمني المستجد عملية الإقناع لن تشمل حزب الكتائب الجاهز لتسهيل مهمة تمام سلام وليس لديه أي شروط كما أعلن النائب سامي لجميل للجديد وقال أن الحكومة الجامعة قادرة على التحرك أكثر من الحكومة الحيادية والكتائب ليس وحيدا في رفض العزل إذ أكد النائب ميشيل المر بعد لقائه رئيس الجمهورية وجوب تأليف حكومة إنقاذ جامعة نظرا إلى الخطر الأمني والشلل الاقتصادي والسياسي الذي يتحكم في البلاد دعيا للجميع إلى تحمل المسئولية والاستجابة للرئيس سليمان في أسرع وقت ممكن وإذا ما وضعت المشاورات على ميزان الحرارة السياسية فإن معدلها صحي ويؤشر إلى تعاف من الوعكة الطويلة في التأليف حيث الموافقة المبدئية متوافرة والنقاش بدأ ملامسة التفاصيل وأحد أشكال الملامسة حركة دوران الخليل الثالث على المعنيين بالتفاوض إذ اجتمع الوزير السابق خليل لهراوي أمس بعدد من الشخصيات وبينها الرئيس فؤاد السنيورة والوزير علي حسن خليل كل هذا المأزق الوطني والدستوري له مخارجه لدى الرئيس حسين الحسيني الذي قدم ووفد المبادرة المدنية لقيام الدولة كتابا إلى الرئيس نبيه بري أمس يتضمن مشروعا لقانون نسبية أعلنا نستطيع بذلك نقل الوضع مما يتخبط فيه نحو الديمقراطية الحقيقية والنسبية خطوة تتبعها خطوات في حدود النظام الدستوري بينها تأليف حكومة إشراف على الانتخابات ودعوة الهيئات الناخبة إلى انتخاب مجلس نواب ينتخب رئيس الجمهورية الجديد ثم تأليف حكومة قادرة بقوة الدستور وتأييد الشعب جهد سيستكمله الرئيس الحسيني في بلد أضاع فيه مسؤولو حدود دستورهم وأغلق المعابر الشرعية إليه قبل الدخول في تفاصيل النشرة نتوقف عند خبر من البقاع فقد غصت سماء البقاع ليلا بالطائرات الحربية الإسرائيلية التي نفذت غارات وهمية لأكثر من ثلاث ساعات على بلدات اللبوة وزبود وبعلبك إذن أن أبسى من لجميل يؤكد انفتاح حزب الكتائب على أي صيغة حكومية تخرج البلاد من الفراغ ويرى في مقابلة مع الجديد أن الشروط التي وضعها تيار المستقبل والتي استثنى منها رفض مشاركة حزب الله هي خطوة متقدمة الإقصاء عن الحكم تجربة مر بها حزب الكتائب من قبل وبناء عليه يستغرب الحزب كيف يؤلف فريق سياسي حكومة ويستبعد فريقا يمثل نصف اللبنانيين ويهدد في الوقت عينه من استبعاده ولكن الموقف هذا لا ينطبق عند الكتائب على تأليف الحكومة المرتقبة فالأولوية عنده تسهيل مهمة الرئيس المكلف نحن بالنسبة لنا الأهم اليوم أنه لبناني يكون عنده حكومة مش نيك ما عام نحط شروط ولا 8 ولا 9 ولا 10 ولا حيادية ولا غير حيادية عام نكون جدا جدا مارينين بشكل هذه الحكومة كرميلتا نظهر من حالة الفراغ يلي موجود في البلد لأنه بالنسبة لنا الأهم اليوم بعد عشر تشهر من الفراغ أنه للبنانيين يرجع في سلطة سياسية قادرة على مواجهة كل السحقات الكبيرة إن كانت سياسية أو اقتصادية أو الليجئين أو الانهيار المالي المرتقب بالمستقبل وإلى آخره اليوم بين خيارين الحكومة الحيالية والحكومة الجامعة حزب الكتائب بأي خيار مستعد يمشي أكتر؟ الخيار الممكن الخيار الممكن واليلي الممكن أن يمر فليكن إذا قدرنا عملنا حكومة جامعة بشروط مقبولة من الجميع أكيد هيدا يمكن رح يكون عندها قدرة أكتر على التحرك لا أو لا الحكومة الحيادية هي أيضا احتمال وارد وممكن وقادر وقابل للحيات بس خيار نشوف أي احتمال ممكن أكتر بدك تبحث هالشي مع الأفريقاء العم بيوضعوا شروط النقاط الخمس التي تراحتها كتلة المستقبل منطقية بالنسبة إلى الكتائب لا سيما أن هناك تقدما في موقف الطيار الأزرق لجهات حزب الله وعم تجي أنت تاخد من 14 أزار الجلوس مع حزب الله بنفس الحكومة ما أنا شغلة هينة بالنسبة إلى 14 أزار تقبل فيها مجرد أنه عم تقبل 14 أزار تبحث بهذا الموضوع أنا برأي شغلة إيجابية والشروط اللي نحطت برأي أنا شروط منطقية ولكن برجع أبقلك إن مشوا هاشروط أو ما مشوا إن رضيت 14 أزار أو ما رضيت إن رضيت 8 أزار أو ما رضيت رئيس الجمهورية لازم ياخد قرار ويشكل حكومي بغض النظر عن رأي كل الناس النائب جميل يجدد الرفض لصيغة جيش شعب مقاومة ويؤكد وجود نقاط تلاقن مع مساعر رئيس نبيه بري والنائب وليد جملات كل واحد عم بيلعب دور بالفريق طبعه إن كان رئيس بري عم بيلعب دور لدفش بشكل إيجابي بميلة 8 أزار ونحن كمان عم بيلعب دور بإيجابي بقلب 14 أزار لدفع باتجاه الاتفاق وفي حال إخفاق كل هذه المساعي يرى حزب الكتائب أن حكومة أقطاب قد تكون العلاجة لهذه المرحلة إذا نجحوا بإنقاذ البلد بيكونوا نجحوا وإذا فشلوا بفتكر حين الوقت بيكون أنه يعطوا محل لطبقة شديدة سياسية تجي تستلم البلد ويؤكد إجميل في هذا الإطار أن حكومة أقطاب لا يمكن لها أن تحل مكان الفراغ الرئاسي لاختلاف صلاحية ورمزية كل منهما باسل العريضي قناة الجديد كتلة الوفاء للمقاومة تحذر من مخاطر الانزلاق إلى مغامرات غير مسؤولة وتشدد على ضرورة تنسيق الجهود لمواجهة خطر تنامي المجموعات الإرهابية التكفيرية وتبعاتها أعربت كتلة الوفاء للمقاومة بعد اجتماعها الأسبوعي عن حرصها على تسهيل المساعي الجادة لتشكيل حكومة سياسية جامعة تحظى بتوافق الفرقاء وطرحت الكتلة العديد من الأسئلة عن مآل الحال المتردية وسبل إنهاء الانكشاف السياسي والأمني متهمة فريقاً رابع عشر من آذار بوضع العراقيل أمام إجراء الاستحقاق الرئاسي وتعطيل تأليف الحكومة تعرب الكتلة عن حرصها على تسهيل المساعي الوطنية الجادة لتشكيل حكومة سياسية جامعة تحظى بتوافق الأفريقاء ذلك أن حكومة الأمر الواقع أياً كانت التسميات التي تطلق عليها هي حكومة فاقدة للشرعية الميثاقية والدستورية والوطنية ومناقضة للدستور واتفاق الطائف وتشدد الكتلة على ضرورة التنبه لمخاطر الانزلاق إلى مغامرة غير مسؤولة تعقد الأزمة وتعطي الإنجاز الاستحقاق الرئاسي إنهاء الانكشاف السياسي والأمني الذي يكاد يبلغ مداه مع إسرار فريق 14 أذار على شل عمل المجلس النيابي وتعطيل تشكيل الحكومة الجامعة ووضع العراقيل أمام إجراء الاستحقاق الرئاسي في موعده ودفع البلاد نحو المنزلق الخطير ورأت الكتلة أن اللبنانيين جميعاً معنيون بواجب حماية لبنان من خطر العدوان الإسرائيلي ومن خطر الإرهاب التكفيري الذي يتهدد هويته وفرادة العيش الواحد فيه اقتراح لإقرار النسبية في عين التيني زار وفد من المبادرة المدنية لقيام الدولة برئاسة رئيس المجلس النيابي السابق حسين الحسيني رئيس المجلس النيابي الحالي نبيه بري وضم الوفد إلى الحسيني شخصيات فكرية وسياسية وحقوقية وقدم له الوفد كتاباً يحمل مواصفه أعضاء الوفد بالمدخل إلى مواجهة ما تمر به البلاد من أزمة متفاقمة وهو اقتراح إقرار قانون بمادة وحيدة في المجلس النيابي تنص على أن النسبية هي النظام في التمثيل النيابي تتبعها خطوات عدة كتأليف حكومة وإجراء انتخابات نيابية وانتخاب رئيس جديد للجمهورية لتأليف حكومة جديدة مطلب النسبية على ما تشير المبادرة حاجة ماسة للبنانيين من أجل إقامة توازن بين التنافس والتعاون في المجال العام التي تسهم فيه النسبية إذ في ظلها لا إقصاء ولا إنكار المبادرة تؤكد التزام حدود النظام الدستوري الذي لا يزال فيه الصياق الوطني اللبناني السليم إلى ما يريده الشعب من خلاص وإصلاح ومن زوار عين التيني النائب السابق فيصل داود ورئيس حزب الحوار الوطني فؤاد مخزومي منذ أيام استولى بعض الشبان على مسجد تشغله جمعية المشاريع الخيرية في منطقة سوق الخضار في طرابلس فلماذا الاعتداء على الأحباش؟ تحقيق للزميلة راشال كرم طلاب ومريدو الشيخ عبدالله الهرري المعروف بالحبشي الذي ولد في مدينة هرر في إثيوبيا وانتقل إلى لبنان حيث توفي عام 2008 هم الأحباش في لبنان وهم شريحة من المجتمع اللبناني ولديهم مؤسساتهم وحضورهم في أكثر المناطق ذات الطابع السني بعد حادث مسجدهم في طرابلس طغت علامات الاستفهام لماذا الاعتداء على الأحباش اليوم؟ خصوصا أنه قيل أن مجموعة سلفية متطرفة هي التي رفعت راية إسلامية على المصلة وحملت السلاح في مسجدهم طبعا ثلاث سنين هلأ المعارف شغالة بسوريا حدا نقرب على الأحباش ولا غير الأحباش وعمل مشاكل معهم طب وليش هلأ قربته؟ مش هيدا مش نحنا اللي قربنا برجع بلك الخط السلف في ماله على هذا الموضوع اللي قرب هلأ أولاد منطقة غيرين على دينهم أولاد الشرع أولاد المنطقة اللي هي موجودة المصلة بقلبه هذا كلام باطل وهن بيعرفوا أن هذا الكلام باطل الأمر نحن ننظر إليه بعيدا عن السياسة يعني بالمعنى اللي أنت ذكرتي ما قالوا علاقة بهالموضوع إنما هو محاولة لإيقاظ فتنة معينة وللأسف هذه الفتنة يريد البعض أن تكون في وسط الشارع السني وهذا أمر لن نقبل به ولن ننجر إليه بالمرة ولكن لن نقبل بما حصل طب إذا هدول الأحباش عندهم رأي سياسي يختلف عن رأيكم السياسي هل هذا يعني أنه يصير في تصرف معهم بهذا الشكل اللي صار برأيك؟ نحنا نحن منها بزرط نصير في فتنة سنية سنية هاي دي لازم نحطيها بالإعطبار ما يضيعوا وقتون وما يخلطوا الأمور وهن بيعرفوا برجع بقلك مين نحنا مين جمعية المشاريع وشو هو خطة؟ مش الخط السوري؟ أيا خط سوري؟ أيا خط سوري؟ شو خاص المصلة بأسطة سورية؟ بالوضع بسورية؟ أنا أعتبر أنتوا كنتوا بمنطقة ذات أغلبية مع النظام وفاتت مجموعة تابعة للنظام تعتبروا فاتت على المصلة وأخدتكم تحت مسمى نغفلوا من هون نحنا ما بدنا يكون أنتوا ضد النظام هل هذا شي طبيعي؟ هل هذا شي مقبول؟ إذا كان نحنا ظالمين الناس وعم نقذ الناس عم نتلل الناس نعم وعننا مش لأن العلم تقوم ضدنا وكحشنا إذا نحنا ظالم وإن كان المسجد غير تابع لدائرة الأوقاف في دار الفتوى فإن للدار موقفا مبدئيا نحن الذي يهمنا كدائرة أوقاف ترابلس أن نبعد المساجد عن هذه الفتن جملة وتفصيلا فالفتن ليست للمساجد وليست للشوارع أصلا في أصل القانون كل المساجد ينبغي أن تكون تابع لدائرة الأوقاف الإسلامية في كلهم في منطقته في غير مصلى للأحباش في ترابلس شو ما صيرون؟ ما صيرون أنه مثل أي مصلى المسجد اللي بيكون لعلن هنم عمضينه وعندين فيه أهل الثالث ياني ظلنا وعندين فيه نحنا خذنا المسجد هذا الشباب الأولاد المنطة عقدوا هالمسجد قيل أيضا أن بعض الأشخاص الأحباش في ترابلس تركوا ترابلس خوفا من أن تتفاقب الأمور أكثر من ذلك ترابلس مدينتنا ما حدا ترك شيء نحن سابتين بمواقعنا هيك تربينا ونحن لن نتزحزح عن منهجنا ولا عن مبادئنا شدين ظهركم بالنظام السوري؟ شدين ظهرنا بالدولة اللبنانية قضية الأحباش تنضم إلى تأثيرات ملف الصراع السوري على ساحة الترابلسية وإن كان من حل لهذه القضية فهو إما ببسط الدولة هيبتها بسطا كاملا على أزقة ترابلس وإما في حل الأزمة السورية نفسها وفي انتظار تحقيق أحدهما يبقى مصير الأحباش في مهب الصراعات في حمص قتل خمسة وأربعون مسلحا في كمين نصبه الجيش السوري وداعش تشرن حملة اعتقالات بحق كل المنتمين إلى الجيش الحر وأحرار الشام والجبهة الإسلامية في الرقة حيث باتت تسيطر على ثمانين في المئة منها والمعارضة السياسية تجتمع في إسبانيا يتسع نطاق المواجهات بين الجيش السوري الحر والدولة الإسلامية في العراق والشام داعش حيث وقعت معارك عنيفة في دولة الباب وبلدة راتيان بريف حلب بعدما اقتحمهما تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام في المقابل اقتحمت الجبهة الإسلامية مدينة الدانة بريف إدلب ودارت معارك عنيفة مع تنظيم الدولة ووقعت أيضا معارك عنيفة في ريف حلب بين التنظيم والجبهة وتمكنت الجبهة الإسلامية من السيطرة على كرة كفر ناصح بريف حلب الشمالي واتهم ناشطون سوريون تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام بارتكاب مزارة بمقر الدولة في حلب راح ضحيتها عشرات المعتقلين من بين القتلى ناشطين إعلاميين ومدنيين مقاتلين في الجيش الحر كانوا أسرى لديهم في المدينة وفي ريف حما انفجرت سيارة مفخخة في بلدة الكافات ما أدى إلى سقوط أكثر من ثمانية عشر ضحية وعشرات الجرحة بحسب المرصد السوري للحقوق الإنسان وفي سياق متصل فقد أعلن ما يعرف بالمهاجر أبو إبراهيم المصري الشرعي في ريف حما نشقاقه عن الدولة الإسلامية في العراق والشام مع خمسة وعشرين آخرين وأوصى إخوانه بعدم الانصياع لأوامر قادتهم في الدولة الذين لا يحتكمون إلى شرع الله ويكفرون الجيش الحر الذي فتح لهم مقاره وزواجهم بناته وأخواته وأنا اسمي أبو إبراهيم المهاجر لمصر جئت من مصر تاريخ 17-6 وانتحقتوا بدولة الشام في العراق والشام ولكن أقول قولة الحق الدولة الإسلامية بها ميزة واحدة وهي ضرب الحواجز فنحن في كل أسبوع كنا نضرب حاجزين فهم الآن يكفرون إخواننا وأؤكد إخواننا من الجيش الحر ويشعرون عنهم أنهم يهتكون الأعراض وأنهم يداهمون المهاجرين واقتصبون المهاجرين والدولة الإسلامية تكره الجيش الحر وتكره جبهة النصر وتكره جميع البصائل المقاتلة وأعلن الآن انشقاقي من تنظيم القاعدة وانتمامي إلى جبهة النصر تنظيم القاعدة داعشيا أيضا عثر أحد عناصر أحد الألوية في أثناء اقتحام مقر دولة البغدادي على جواز سفر إيراني في أمتعة أحد عناصر داعش المعروف بأبو حفص المصري أمير داعش في جرابلس حلب وسافر بهذا الجواز جوا مرة واحدة من إيران إلى تركيا في مناطق كردية وذلك قبل ثمانية أشهر سياسيا وفي محاولة التوافق بين جماعات المعارضة المتشاذمة قبل عقد محادثات جنيف 2 بدأ في قرطبة في أسبانيا اجتماع المعارضة السورية بتمويل من الاتحاد الأوروبي والحكومة الإسبانية استكمالا للقاء مدريد في أيار الماضي وأخرج بإعلان مدريد الذي يدعو إلى نزع شرعية الرئيس بشار الأسد وإقامة نظام ديمقراطي بديل ويقول المنظمون أنه من المرجح أن يدعو المؤتمر إلى عودة الجيش النظامي إلى ثقناته وإطلاق المعتقلين والسماح بالدخول للمساعدات والتظاهر السلمي وعودة النازحين إلى مناطقهم المعارك مستمرة بين الجيش العراقي والقاعدة على أطراف الفلوجة وهجوم انتحاري في الأنبار قتل 13 مجنادا في الجيش العراقي وأصيب أكثر من 30 في هجوم انتحاري على مواطنين استجابوا لطلب محاربة مسلحين مرتبطين بالقاعدة في محافظة الأنبار بعدما فجر رجل يرتدي سترة ناسفة نفسه وسط مجندين هذا وتدور اشتباكات عنيفة بين القوات العراقية ومقاتلين من تنظيم القاعدة في منطقة تقع بين الرمادي والفلوجة فيما يسود الهدوء هاتين المدينتين بحسب ما أفاد مصدر أمني وكانت قوى كبيرة قد هاجمت أوكار القاعدة في منطقة البوبالي التي تحولت إلى معقل لمقاتلي القاعدة وتدور منذ الصباح اشتباكات عنيفة بين الطرفين تشارك فيها دبابات الجيش والبوبالي الواقع بين الفلوجة والرمادي هي منطقة وعرة تحيط بها البساتين آخر منطقة سحب منها مقاتل القاعدة في العام 2007 بعد فرض سيطرتهم عليها وفي ضل هذه الحملة العسكرية فقد شهدت الفلوجة والرمادي نزوحا كثيفا للمواطنين أهربا من الموت وكان المالك قد أكد في كلمته الأسبوعية مساء أن عودة تنظيم القاعدة إلى المناطق التي سبق وانثحب منها حلم بليس ولن يعود أبدا إلا وهم جثث هامدة بعد يوم من إعلان تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام الموالي للقاعدة عن قرب عودته إلى هذه المناطق بعد الفاصل جوع اليارموك أهلا من جديد في حر تحريك توجهت عائلة الشهيدة ملاك زهوي وأصدقاؤها بإضاءة الشموع عند موقع التفجير عن راحة نفسها وبقية الشهداء الذين سقطوا مطلع الشهر الحالي ملاك حبيبتي وقلبي بس مش أغلى من الحسان ولا أغلى من أبا الفضل ولا أهل البيت هم يعلمونا الدرس وعطونا ونحن إن شاء الله على الطريق ما نعطوه حفل تأبيني لملاك ومحمد وعلي في المبرات الخيرية كما أن لا طائفة للإرهاب ولا الدين فإن ضحايا التفجيرات الأخيرة في لبنان ليسوا شهداء طائفة واحدة أو دين معين بل هم شهداء الوطن وعليه فقد أقيم في جمعية المبرات الخيرية حفل تأبين للشهداء ملاك زهوي وعلي خضرة ومحمد الشعار بحضور مديري مدارس وطلاب وأهل الشهداء وزملائهم على مقاعدة الدراسة لهم الضاحية لهم الضاحية لهم بيروت لهم لبنان من الشمال إلى الجنوب علي خضرة ملاك زهوي حمد الشعار أنتم حماة الأرز وسادة قافلة الوجود بتنا نأتي كل يوم نسأل الجدران ومقاعدة الدراسة عنك فتحيك خيوت الحكايات لنا ثوبك البراق المفعم بالتواضع والمحبة والاحترام وتبقى يا علي دمعة في مآقينا وحسرة في قلوبنا تبقى ابتسامة لا تفارق شفاهنا ننتظرك دائما عند كل صباح مطلا بإشراقة وجهك وتبقى ذكر ملاك وعلي محفورة على مقاعد الدراسة وفي قلوب أصدقائهم أعلنت قيادة الجيش مدرية التوجيه في بيان لها أن قوى الجيش أوقفت بعض ظهر أمس في منطقة وادي حميد في عرسال شخصا من التابعية السورية لمحاولته دخول الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية كما أوقفت المواطن حسين محمد الحجيري المطلوب بمجب مذاكرات توقيف عدى بجرم إطلاق نار وإصابة مواطنين وغيرها وقد بشرت تحقيق مع الموقفين بإشراف القضاء المختص وفي بيان آخر أعلنت قيادة الجيش أنه في إطار الحفاظ على الأمن والاستقرار ومكافحة الجرائم المنظمة على أنواعها وبنتيجة التدابير الأمنية التي تخذتها وحدات الجيش في مختلف المناطق اللبنانية خلال شهر كانون الأول المنصر أوقفت هذه الوحدات نحو 710 أشخاص من جنسيات مختلفة بعضهم مطلوب للعدالة بموجب مذاكرات توقيف والبعض الآخر لارتكابه جرائم ومخالفات متعددة تتعلق بدخول الأراضي اللبنانية بطرق غير شرعية وأحيازة الممنوعات والإجار بها وتهريب بضائع عبر الحدود إضافة إلى قيادة سيارات ودراجات نارية من دون أوراق ثبوتية وأجرى تسليم الموقفين مع المضبوطات إلى المراجع المختصة لإجراء اللازم في مخيم الرشيدية اعتصام للنازحين الفلسطينيين من مخيم اليارموك في سوريا ومطالبات بتوفير الحد الأدنى من مقاومات الحياة في مخيم الرشيدية للاجئين الفلسطينيين احتشد عشرات الأطفال والنسوى النازحين من مخيم اليارموك في سوريا وقد حمل المشاركون في الاعتصام لافتات تندد بسياسة إدارة الظهر لمطالب النازحين الذين تعدى عددهم الألفي عائلة في مخيمات منطقة سور وتطالب بالعمل الجاد على فك الحصار عن أبناء المخيم في سوريا وعلى وقع الأغاني الوطنية وإطلاق الهتفات ألقيت في الاعتصام كلمة باسم المنظمين طالبة الإنروا ومنظمة التحرير الفلسطينية والمجتمع الدولي الالتفات إلى واقع النازحين الذين يعانون الجوع والفقر كما طالبوا الحكومة اللبنانية بتوفير الحد الأدنى من مقومات العيش مبادرة عيش لبنان تقدم سيارة إسعاف إلى الصليب الأحمر استلم الصليب الأحمر لبناني في سور سيارة إسعاف مقدمة من مبادرة عيش لبنان التابعة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي يو أن دي بي وبالشراكة مع بي بي اي سي بانك بيروت والبلاد العربية بدعم من سفيرة نوايا الحسنة للمبادرة بوران بويري بحضور مديرة الصليب الأحمر سوزان عويس بعد النشيد الوطني ونشيد الصليب الأحمر كانت كلمات لكل من بويري التي عبرت عن سعادتها لإتمام المشروع مؤكدة على دعمها المستمر لمبادرة عيش لبنان في سبيل تحويق التنمية المستدهمة أما ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي راغد عاصي فشكر الشركاء في تنفيذ المشروع وأكد على التزام البرنامج دعم المشاريع التي تعنى بالصحة والشباب والبيئة وغيرها من القطاعات الحيوية على كافة الأراضي اللبنانية أما مديرة الصليب الأحمر فشكرت مبادرة عيش لبنان على المساهمة بتأمين سيارة إسعاف لفراسور بعد الفاصل الرقم واحد في تشيلي خريطة فلسطين أهلا من جديد الولايات المتحدة وكندا لا تزالان تحت رحمة العاصفة الثلجية التي سجلت أرقاما قياسية في انخفاض درجات الحرارة لا تزال موجة الصقيع التاريخية تسيطر على القسم الأكبر من الولايات المتحدة وكندا وقد سجلت درجات الحرارة منخفض أرقاما قياسية منذ أكثر من مئة عام ما أدى إلى تجمد أقصام من مياه شلالات يجرى بعد وصول درجات الحرارة إلى تسع عشرة درجة مئوية تحت الصفر وقد طلبت السلطات من السكان البقاء في مأمن واتباع التعليمات وذلك حفاظا على سلمتهم وقد نقلت قناة السي بي أس في هذا الإطار خبرا مفاده أن سجنا فارا اضطر إلى تسليم نفسه للشرطة في الولايات المتحدة الأمريكية بعدما وجد أن زنزانته أرحم من موجة البرد القارس التي تشتاح البلاد والسجن الفار روبرت فيك البالغ 42 عاما فر من السجن في ولاية كينتاكي الأحد الماضي حيث كان يقضي أقوبة سجن مدتها إحدى عشرة سنة بتهم الصارقة والتزوير وقال متحدث باسم الشرطة إن فيك الذي عانى بردا شديدا في ظل انخفاض درجات الحرارة إلى أكثر من عشرين تحت الصفر أمس قصد نزلا وطلب من الموظف أن يتصل بالشرطة ثم سلم نفسه قدم رئيس الوزراء التونسي علي العريض استقالته أمس إلى الرئيس الانتقالي محمد المنصف المرزوقي لإفساح الطريق أمام إدارة انتقالية وأكد العريض للصحفيين أنه سلم استقالته تطبيقا لما سبق أن التزم به مشيرا إلى أن الرئيس سيعين رئيس الوزراء الجديد مهدي جمعة الذي سيقدم تشكيلة حكومته الجديدة خلال أيام قدمت الاستقالة للتوي وإن شاء الله النص متاح إن شاء الله كيف تخرجوا رئاسة الجمهورية كون على ذمتكم ما فيهش أسرار معنا في الرابع من كانون الثاني كشف فريق فلسطين وأتشيلي لكرة القدم عن قميسه الجديد في افتتاح موسم 2014 الأمر عادة كان يمر بشكل عادي لا يلفت أحدا فالفريق يلعب منذ نحو قرن من الزمن تحت ألوان العلم الفلسطيني الأبيض والأخضر والأحمر ولكن هذه المرة كانت المسألة مختلفة والسبب هو أن الفريق قرر هذا العام استبدال الرقم واحد على قمصانه بخريطة لفلسطين تعود إلى ما قبل عام 48 الخريطة أثارت غضب الجالية اليهودية التي طلبت من الاتحاد أو من اتحاد كرة القدم في البلاد معاقبة فريق فلسطين الذي قالت أنه تسبب بيوم أسود لكرة القدم تشيلية من جهته دخل الاتحاد الفلسطيني تشيلي على الخط وأعرب عن أسفه العميق لكلام الصهيين تشيليين عن استيراد الصراع في الشرق الأوسط إلى البلاد وتشيلي التي اعترفت بالأراضي الفلسطينية دولة حرة مستقلة وذات سيادة تعتبر نادي فلسطين صرحا من الصروح الشعبية وقد تأسس النادي على يد مجموعة من المهاجرين الفلسطينيين عام 20 وهو من أكثر الأندية شعبية في البلاد والآن نبقى مع أبرز عنوين الصحف الصادرة اليوم في بيروت الجمعة عشر كانون التاني 2014 ونبدأ مع النهار المسعى الحكومية على البارد والجميع ينتظرون بري التأليف قبل البيان والمداورة شاملة المعارضة السورية تتوحد في كنف الأندلس داعش تهاجم بلدات بعد طردها من حلب انهيار الهدنة بين الحوثيين والسلفيين والجيش اليمنية تدخل لوقف النار ننتقل إلى السفير تحول سعودي مفاجئ نعم للحكومة الجامعة هل يفجر عون وجعجع تفاهم المختلفين اجتماع للمعارضة في قرطبة وباريس تشكك بالحل السياسي معارك رفاق الجهاد تطغى على جناب اثنان مطلبان سعوديان داخلية للمستقبل والخارجية لأربعة عشر أذار سلام يلوح مجددا بحكومة حيادي محايدة القاعدة ليكس أما في الأنوار تمينة واربعة عشر أذار تبشران بقرب نجاح مساعي تشكيل الحكومة المتحدث باسم المحكمة الدولية سيتم كشف الحقيقة المعارضة السورية تطارد داعش في ريف حمص أما في الديار ارتفاع منسوب التفاؤل في حكومة جامعة وبر وصف سليمان بالحكم والحاكم أجواء إقليمية مشجعة وجملات القصة القصة بدأ شغل بعد ولقاء جمع نصر الله وعون المستقبل تلقى أجبب إيجابي على أسئلته وجعج على مشاركة مع حزب الله المقداد واهم ما يعتقد أننا سنسلم السلطة في جناب روسيا تعرقل إصدار بيان في مجلس الأمن يدين الغارات على حلب اليارموك يواجه مأساة إنسانية وفشل الحل بسحب المسلحين في عنوين المستقبل صقف إيجابي يظلل اتصالات تأليف الحكومة بانتظار استكمال الأجوبة المحكمة أنهى تحضيراتها وزمن العدالة بدأ داعش يخسر معقله في ريف حلب أعفوا في ريف أدلب في البناء تبدل تركي تصعيد فرنسي تقدم عسكري سوري تبريد سعودي أمريكي جناب يحكم الحكومة رغم إنكار الأطراف بورصة الحكومة الجامعة ارتفاع أسهم المدورة والتفاوض بالوديع الجملاطية هبوط رصيد الشروط والاختراق عشية جناب ينتظر الضوء الأخضر السعودي أما في اللواء بوادر حكومة جامعة خلال أسبوع مصدر سعودي للواء المملكة مع حظ مصلحة لبنان والخيار للأطراف اللبنانية معارك كر وفر بين داعش والمعارضة شمال سوريا كري إلى المنطقة غدا ومشاركة إيران على جدول الأعمال والمعارضة تجتمع في قرطبة أما في البلد صيغة منت 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 تتقدم والتفاصيل في عهدة الوساطيين قمة الجبهات خامناء المحادثات النووية كشفت عداء واشنطن رئيس الوزراء التونسي يستقيل في الجمهورية لهذا اليوم مفاوضات التأليف تتوسع والإفريقاء ينتظرون الإجابات المتبادلة أيام حاسمة للاستحقاق الحكومي 14 أذار تواجه قرارا مصيريا في الحياة لهذا اليوم تنظيم دولة العراق والشام يتقهقر في معقله في ريف إدلب معتقل لدى داعش يروي للحياة أعطونا رأسا مقطوعا لنزنه والسياف يفرح للرقاب الطرية الجلسة الختامية لمؤتمر الحوار الأسبوع المقبل اليمن الحوثيون يهاجمون قرى حاشد ومعارك في مصقة رأس صادق الأحمر حكومة النهضة تتنازل للكفاءات والتأسيسي قر المساواة بين الجنسين أخيرا مع الشرق الأوسط الدستور يتجاوز عقبة الإسلاميين في موضوع المرأة الغنوشي خرجنا من الحكومة لا من الحكم داعش تدافع عن أكبر معقلها في الرقة وفصائل أخرى انضمت للقتال الائتلاف السوري يسعى لتأجيل جناف 2 خمنا إلى الغرب المفاوضات لا تعني أننا يأسون روحاني معرفع الرقابة عن الفنون كان في النشرة الكتائب مع أي حكومة تخرج البلد من الفراغ ما عم نحط شروط ولا ثمانية ولا تسعية ولا عشرة ولا حيادية ولا غير حيادية عم نكون جدا جدا مارينين كتلة الوفاء تحذر من مخاطر الانزلاق إلى مغامرات غير مسؤولة أن حكومة الأمر الواقع هي حكومة فاقدة للشرعية المثاقية في النشرة لماذا الاعتداء على الأحباش؟ بطيني شغل الأحباش فيه لهم موضي غير مشارك للبنان مع ذلك الغرب السوري اشباكات عنيفة مع داعش وانشقاقات عنها هم الآن يكفرون إخواننا وأؤكد إخواننا من الجيس الحرب العصفة تحول الشلالات نياغرة إلى لوحات تشكيلية هذا كان كل شيء في نشرتنا شكرا لمتابعتكم وإلى لقاء عند العاشرة والنصف اشتركوا في القناة